السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسلام اللهم أمين يا جماعة نهاردة بدأ أقدم لكم طبق جميل جدا طبق رئيسي من الأطباق الرئيسية في شهر رمضان على السفرة الإماراتية تابع معي الوصفة إن شاء الله تنول إعجابكم ونبدأ على بركة الله وصفتنا النهاردة أنا هستخدم مكعب كبير من الزبدة يعني 100 جرام من الزبدة كده وبصلة وخمس حبات من الهيل أو الحبهان زي ما أنتوا بتقول تمام؟ وهبدأ أحط نص كيلو لحمة أي نوع بقى من اللحوم وهو صراحة يفضل لحم الماعز أو الغنم أو يعني الماعز أو الغنم بس المتوفر عندك استخدمي بيبقى طعمه إيه جميل الماعز جدا ولكن أي نوع من اللحوم عادي ما فيش مشكلة أنا طبعا في الوصف استخدمت أي نوع زي ما أنتوا شايفين كده المتوفر عندي في البيت تمام؟ ببدأ طبعا أي أبدأ أشوحها كده اللحمة مع الزبدة مع الحبهان مع البصلة كده مع بعضيها كده أسيبها مع نفسها يعني حوالي بقى خمس دقايق عادي لو عشر دائم مش مشكلة يعني باختصار الوصفة دي بتاخد وقت طويل تمام؟ الكلام ده أنا جبته منين؟ طبعا أنا جبته من أهله يعني إحنا عندنا هنا صديقات الإميراتين توصلت مع إحدى صديقاتي فقالت لي على الوصفة قلت لها قوليلي الهريس ده بيتعمل إزاي؟ هو اسمه هريس تمام؟ بيتعمل إزاي؟ طبعا إحنا هنا بنحب جدا الهريس ما يغرقوش شاكله في البداية كده تلاقوه متعجن والكلام ده أنا أول ما جيت برضك لإمارات صراحة يعني أول ما شفت شكله يعني استعجبته وكده ولكن طعمه بجد بجد قمة اللذاذة يعني تعدي فعلا مرحلة اللذاذة رائع يعني هتدمنوه يعني أنت لو عملتوه فعلا وكده وحططوه على الفطار بجد بجد وصفة مش باعة ولذيذة وتأكل منها مش عايزة تبطالي عايزة تكملي برضك يعني أنت لو عندك ابن ضعيف أو بنت ضعيفة يعني محتاجة لها تدخن شوية ومغلباك في الأكل أعمل لها وصفة الهريس بجد وصفة في قمة اللذاذة هتتعود عليها وتحبها لأنها فعلا وصفة جميلة جدا أنا واحدة من الناس هنا في البيت أنا يعني بتنافس معهم في الهريس يعني لما كنا عملة هريس أنا بتنافس معهم يعني أنا بشوف بقي قد إيه من الهريس لازم أنا إيه يعني أفوز به لازم أخذه كده بصراحة وصفة جميلة جدا وصفة زي ما انتوا شايفين المقادير بتاعها قمة السهولة جدا أنا استخدمت معلقة صغيرة فقط من الفلفل الأسود خمس حبات فقط من الهيل استخدمت نصف كيلو لحمة في الوصفة بتاعتي بصلة واحدة حطيتهم اتشوحوا في الأول وبدأت لما بدأ يتشوح اللحمة وخلاص زي ما انتوا شايفين النطج بتاعها بدأت حطيت المية المية بتغطي الحلة زي ما احنا بنعمل بنسوي اللحمة عادي وانا بقى في الوقت اللحمة بتاعتي بدأت تستوي دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا بشيل حبات الهيل من الشربة خلاص انا بس محتاجة بس اللي انا اخد نفس بس الهيل فقط تمام تديها نفس فقط وهشيلها ليه انا بشيلها اهقول لكم دلوقتي ان شاء الله لاني انا دلوقتي اه مش هصفي الشربة انا محتاجة الشربة اصلا الشربة فيها ايه بصلة بصلة واحدة وانا كده كده محتاجة البصلة ديت اه في الوصفة يعني انا مش هشيلها فانا محتاجيها وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللحمة مش عليها ريم ولا اي حاجة يعني الشربة زي ما انتوا شايفينها اللي هي حلوة وصفية كمان الحمد لله واللحمة ما شاء الله ولا قوة الا بالله ناضجت معي كويس تمام كده ودلوقتي يا جماعة انا سيبت اللحمة وانا كنت بقى نقعة نص كيلو من الغلة اللي هو حبوب القمح ان انتوا شايفينه ده غسلة ونقعها كويس جدا شايفين هو كمان يعني خلاص يعني ينتهارس من كتر الايه من كتر النقع اللي انا نقعها سيبتوا فترة طويلة صراحة ايه نقعها من الصبع على اساس ان انا استخدمه يبقى سهل معايا في النطج ايه او في السوى في اللحمة زي ما انتم شايفين حطيته طبعا على الشربة كده باللحمة وطبعا لقيت مستوى المية منخفض شوية فبدأت ايه ان انا ازود المية بدأت ازود المية لان ده بقى المرحلة الاخيرة اللي انا هسيب فيها اللحمة فترة طويلة على النار اللحمة بالغلة كده او القمح حبوب القمح ديت بسيبها فترة طويلة يعني ساعتين تلاتة قولي لزا ما تقولي المهم يستوي ويتهرس كله مع بعضه لحد اللحمة ما خلاص يعني تتغطي على لحمة تلاقيها بتفك من نفسها تتغطي على حبة الغلة كده تلاقيها خلاص يعني متعجنة كده في بعضها في الوقت ده في الاخر انا على فكرة حطيت الملح حطيت معلقة كبيرة من الملح زي ما انتم شايفين حطيت الملح في الاخر خالص حاولوا تزبطوا نسبة الملح على اساس لو زايت شوية تبقى مشكلة في الوصفة يبقى زي ما احنا اتفقنا ان الملح مهم جدا يكون يعني مظبوط يا جميع ما يكونش لزايد ولا ناقص يعني معتدل زبطي ملحك زي ما انت حبت تمام بشكل انتم شايفينه بعد ما خلاص استوت انا طفيت النار في الوقت ده ما زودت شمية خلاص وبدأت بالهند بلندر ان انا اهرس المكونات كلها في بعضها اللحمة بالغلى بالبصر بكل كده خلاص ما شايفين القوام بتاعه وبدأت اقدمه في طبق التأديم عايز اقول لكم بقى ان كل بيت بيختلف في تصنيع الهريس في ناس اللي هي بتحط ما يسمى بالبزار بيسموه هنا بزار اللي هو البهارات يعني بتحط البهارات اي نوع من البهارات اللي هي حباها بتحطها على الهريس وفي ناس بتكتفي يا جماعة فقط بحبوب القمح واللحمة انت تستخدم نوع لحمة او فراخ وبيتستخدم طبعا السمنة السمنة دي اساسي على فكرة انا حطيت السمنة في الاول زي ما انتم شوفته وبعد ما خلصت الطبق حطيته على وش كده ده النظام هنا عندنا في الامارات بيعملوا بالطريقة دي تمام ولكن هقول لكم حاجة مهمة جدا نوع السمنة نفسه بيختلف هو اللي بيدي النكهة العالية جدا في الطعم ولذلك بنقول ان السمنة هي المركز الاول في الوصفة الهريس يا جماعة يعني نوع السمنة يكون جيد جدا يعني على اساس يدي الطعم والنكهة الرائعة الناس بقى اللي في مصر ما شاء الله ولا قوة اللي بلاي يستخدمونه السمنة البلدي تمام بيبقى قمة الروعة والجمال وفي نهاية وصفتي بشكر صديقة الاماراتية على اعطاقها المعلومات عن الهريس ودي كانت وصفتي معاكم اتمنى يا رب وصفتي تكون نالت اعجابكم جربوها اتعجبكم في شهر رمضان وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة